على تخوم صعدة تدور معارك على مقربة من الشريط الحدودي بهدف السيطرة على المنافذ الحدودية كخطوة اولية في مشوار تحرير واستعادة محافظة صعدة مع كريميليشي الحوثي في معركة صعدة يحضر التاريخ والجغرافية الجمهورية والامامة الشرعية والانقلاب وثنائيات من بينها الذين تضررت حياتهم بعد الانقلاب واسقاط الدولة وتحولوا الى مقاومين في منفذ علب ومنفذ البقع تدور اشرس المعارك التي يرجح مراقبون انها من اكثر المعارك اهمية في الايام الاخيرة محافظ صعدة هادي طرشان اكد ان اللواء الخامس حرس حدود تمكن من تحرير منفذ علب بالكامل وقالت مصادر ميدانية ان الحوثيين يستمتون في الدفاع عن مواقعهم ويقصفون عناصر المقاومة والقوات الحكومية بصواريخ حرارية من مواقع تمركزهم في جبل الشعير بينما يستمر تقدم الجيش والمقاومة ليحرروا في طريقهم العديد من المواقع ولم تتوقف حتى اللحظة المعارك في منطقة مندبة التي يقال انها اقرب المناطق الى باكم احد معاقد ميليشيا الحوثي وان المعارك الدائرة تبعد عن عاصمة المحافظة نحو 80 كيلو مترا فقط المعارك الدائرة في مساحة جغرافية مفتوحة ومكشوفة تزيد من صعوبة المهمة الرامية لاحراز نصر كبير من شأنه في حال التحقق تغيير معادلة الصراع مع الميليشيا التي تستميت في الدفاع عن معقلها الرئيس في صعدة البعد التاريخي يبدو حاضرا في معركة صعدة واثار الصراعات والحروب تتجلى في ان عددا كبيرا من بين المنخرطين في المعركة هم من اولئك الذين شردتهم الميليشيا من منازلهم اثناء الحروب الست واثناء الانقلاب الاخير والاشتياح اشتركوا في القناة